تسعى الولايات المتحدة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة عبر مشروع قانون قدمته لمجلس الأمن يشمل أيضا زيادة المساعدات الإنسانية والالتزام برؤية حل الدولتين ويرفض مشروع القرار الأمريكي أي تهجير قصري لسكان غزة أو إجراء أي تهجير ديمغرافي للقطاع كذلك رفضت دعوات الإسرائيلية لإعادة التوطين مرة أخرى في قطاع غزة نتابع المزيد في سياق العرض التالي مع الزميلة داما الكردي إليك داما شكرا كريم أهلا بحضراتكم في خطوة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تقدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بنسخة معدلة من مشروع قرار يدعو لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وعمدت فيه إلى إزالة الإشارة إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع التأكيد على الالتزام برؤية حل الدولتين ويدعم مشروع القرار الجديد الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن الجهود الدبلوماسية الدولية لتحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة يتم بمقتضاها إطلاق سراح المحتجزين وتمهد الطريقة لسلام أكثر استدامة ويشدد مشروع القرار كذلك على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة كما يؤكد المشروع الأمريكي مطالبته بإزالة جميع العقبات التي تحول دون تقديم المساعدات على نطاق واسع مشروع القرار الأمريكي أكد مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف أطراف النزاع أمام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وما يتعلق بحماية المدنيين والممتلكات المدنية ووصول المساعدات الإنسانية وحماية أعمال الإغاثة الإنسانية والعاملين في مجال الخدمات الطبية وممتلكاتهم والبنية التحتية ويرفض مشروع القرار أي تهجير قصري لسكان قطاع غزة الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشمل ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمولي بهما ويرفض مشروع القرار الأمريكي الجديد جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي تحت ما يسمى بالمناطق العازلة فضلا عن التدمير المنهجي والموسع للبنية التحتية المدنية كما أدان مشروع القرار الأمريكي دعوات أعضاء في الحكومة الإسرائيلية تطالب بإعادة الاستيطان في قطاع غزة كما يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الجغرافي في القطاع ويؤكد مشروع القرار مطالبته بأن تسمح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة ويشمل مشروع القرار الأمريكي أيضا العمل لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وذلك بعد تقييم الأضرار والمتطلبات التي يحتاجها قطاع غزة ويؤكد مشروع القرار على الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويشدد مشروع القرار في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية إذن خطوة أمريكية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أن حصد أرواح عشرات الآلاف من الشهداء وأحدث تدميرا كاملا للقطاع المحاصر إليك كريم لاستكمال هذه التغطية شكرا لك إدامة